النادي الأهلي بيجتمع مع مندوبي البنوك لمناقش التقصيد عضوية النادي وده أمر احنا تكلمنا عنه بالأمس مع الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة في ظل السياسات المالية والإدارية للنادي وتنشيط فكرة التعاقد مع أكبر عدد ممكن من الأعضاء وقبول أكبر عدد ممكن من الاشتراكات في الفترة الجاية في أفرع ومقار النادي المختلفة وتحديدا تشجيع فكرة الإقبال على فرع التجمع اللي بيبدأ العمل فيه إن شاء الله وفيه اتفاقيات لتسهيل المهمة زي ما قال أستاذ إبراهيم الكفراوي هذه اللجنة اللي بيتولى رئاستها بعضوية الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة على تسهيل المهمة اللي مسافر خارج مصر وحابب يشترك قد يلجأ إلى إجراء أو القيام بتوقيع توكيل لواحد من أقاربه أو أصدقاء أو أي شخص ينوب عنه في المقابلة الخاصة داخل النادي لاتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء عملية اشتراكه في النادي أو قبول عضويته وأيضا التسهيلات اللي بيعلن عنها النادي مع هذه البنوك اللي بيجري الاتفاق معها حاليا عشان تسهيل المهمة وأكبر مساحة ممكنة من الإجراءات وتيسير إجراءات السداد لأطول فترة زمنية لأن كمان النادي الأهلي بيعلن عن هذه الفترة فترة خاصة جدا في القيم المالية للاشتراكات واللي حتزيد رسميا بعد إقرار هذا الأمر من الجمعية العمومية بدءا من 1 فبراير المرة بالضبط أكيد ده خبر مهم جدا وهي فرصة ذهبية في الحقيقة لكل الراغبين في الانضمام لعضوية النادي الأهلي إن هم يلحقوا قبل شهر أو قبل 1 فبراير إن هم إن شاء الله بإذن الله يعني يشتركوا في عضوية النادي الأهلي بالتحديد قبل ما الأسعار تزيد لأن إحنا زي ما هم عارفين فرع النادي الأهلي في الجزيرة عشان تشترك حتى الآن بـ 350 ألف جنيه في يوم 1 فبراير هتبقى 500 ألف جنيه فبالتالي مبلغ كبير طبعا تقدر توفره لو لحقة إن أنت تشترك في الفترة القصيرة الحالية بالنسبة للشيخ زايد من 125 بقى 175 أو حيبقى 175 بداية من فبراير وكمان فرع التجمع هو اللي حيفضل زي ما هو طبعا فرع التجمع ده حيكون حاجة رائعة جدا بالنسبة لكل أعضاء النادي الأهلي وكل الراغبين إن شاء الله في التواجد داخل النادي الأهلي وفي الحقيقة شرف ما بعده شرف أن أنت تكون عضو في النادي الأهلي يعني وفيه بالكبير الأرقام الأشار لها بالأمس في حوارنا معه الأستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة قال إن الأرقام الأولية أسبوعيا الوافدين على الأفرع المختلفة فرع التجمع أو الجزيرة أو مدية نصر أو الشيخ زايد للاشتراك في النادي والعضويات الجديدة المنضم عددها أكثر من المتوقع في إقبال مرد جدا وله عوائد جيدة ولكن هو بيطمن أعضاء النادي في كل فرعه المختلفة فإن الحسابات المستقبلية لمساحات الزيادة وفقا للأفدينة أو مساحات الأرض المتاحة في كل الأفرع باستثناء فرع الجزيرة هي اللي بتطمن النادي إنه ما فيش أي ضغط يحصل على الخدمات أو مستوى النشاط الرياضي أو الخدمة المقدمة لعضو النادي